اتفاقية ايفيان احد اهم المحطات التي ميزت ثورة التحرير المجيدة هذه الاتفاقيات اجبرت فرنسا على اللجوء اليها بعد الخسائر التي لحقت بها من قبل جيش التحرير الوطني في مفاوضات ايفيان لم يكن موقف كريم شريف من السلطة الفرنسية بالعكس وجدت نفسها مضطرة ان تتفاوض لما وصلنا الى ايفيان العمليات العسكرية لم تتوقف المعارك لم تتوقف اذا وصلت قناعة لدوغول بانه لا يمكن وبالتالي ذهبنا الى المفاوضات التي اوصلت الى الاستقلال الانجازات التي حققتها ثورة الجزائرية ميدانيا جعل منها قبلة للثوار والباحثين عن التحرر من قيود الاستعمار عبر ربوع العالم الجزائر كانت ولا زالت تخف مع الشعب الفلسطيني بكل فئاته ومكوناته تخف مؤيدة داعمة بلا شروط وبلا املاءات ها انتم تحيون هذه الذكريات ليستحضر الاجيال هذه المآثر البطولية ويتم التواصل حتى تبقى هذه البلاد شامخة ومنارة للحرية والاستقلال الندوة التاريخية حول العمليات العسكرية لجيش التحرير الوطني ودعم الوفد المفاوض في تحقيق النصر كانت محطة لاستحضار انجازات الثورة الجزائرية على الصعيدين العسكري والسياسي اشتركوا في القناة